هم عارفين قد ايه قدرات النادي الاهلي وجربوا قبل كده في بعض المباريات ومباريات كتير ان هم بيتطمنوا بشكل كبير للمباراة وخلاص احنا هنتأهل وبتمر دقايق ومرة واحدة وجود النادي الاهلي في المرحلة اللي بعد كده على حساب الفرق التونسي وده بيحصل بشكل كبير اكيد يعني كل التوفيق لفريقنا ويمكن هو ده اللي احنا بنتمنى وزي ما اقول لكم مش هتيجي غير بمجهود زي ما بيقول مجهود خارق بالنسبة اللي عابين في هذين مباراة مش صعب الامور مش صعبة زي ما بيقول لكم وزي ما عملوا معنا هنا نقدر بشكل كبير نتعامل بنفس الاسلوب وبنفس الفكر ولكن هي محتاجة 11 راجل في ملعب عشان كده كابتن فاوزي البرنزارتي اتكلم على تصريح كابتن حسام البدل انه يقدر يعني كابتن حسام تتكلم على جزئية ان انا اقدر اتأهل في تونس كابتن فاوزي البرنزارتي قال له احنا عندنا 11 راجل واحنا ايضا عندنا 11 راجل كالعيبة نادي الاهلي وعندهم قدرات عالية جدا وعندنا شكل مميز جدا عايز اقول لكم ايه الفكرة اللي ممكن لو تقدروا تشاركوني في الجزئية دي التشكيل القادم من كابتن حسام البدل ممكن يكون يفكر فيها زي لو على صفحيتها طبعا صفحة قناة الاهلي تقدروا تقولوا توقعكم للتشكيل يكون عامل ازاي ولكن انا وجهة نظري البسيطة ان ممكن كابتن حسام البدل يغير في بعض اللعبين او بعض المراكز اللي موجودة في تشكيلة النادي الاهلي اللي ابتدى بيها هنا في استاد برج العرب ان ممكن بنفس تشكيلة شريف اكرامي احمد فتحي سعد سمير رامي ربيع علي معلول ايضا حسام عشور عمرو الصلية في الامام بقى هي دي اللي ممكن يختلف فيها بعض الامور وجود او رجوع وليد سنيمان كخبرة من خبرات اللي موجودة واللي يمكن كانت بعض الاراء بتقول ان وليد سنيمان كان لازم يبتدي بدلا من احمد الشيخ في هذه المباراة النتيجة طبعا خبراته اللي موجودة في البطولة دي وايضا خبراته اللي موجودة امام فريق زي فريق التراجي لان طبعا ما بتحرز هدف في وقت ملوقات امام فرق معينة بيبقى عندك كده حتة التفاقل حتة ان انت فاهم ازاي تلاعب هذا الفريق وده بيحصل بيحصل كتير وفيه بعض المدربين والمدرين الفنين بيتعاملوا بهذا الاسلوب وبتنجح بشكل كبير يمكن وليد سنيمان زي ما بقولوكه عائد من الاصابة وفي نفس الوقت هو لاعب مميز احنا بنتوسف ان شاء الله الامور تبقى ماشي بشكل كويس في حالة طبعا وجود وليد سنيمان بشكل جيد ايضا عبدالله السعيد لا خلاف عليه في جزئية او هذا الخط جزئية تانية بقى هل وجود مؤمن سليمان مؤمن زكريا انا اسف مؤمن زكريا في الجبهة اليسرى اللي احنا متعودين انه مؤمن يمشي بيمشي فيها بشكل مميز طبعا ايضا مؤمن كان بقاله فترة مش موجود وجوده او رجوعه زي ما بقولوكه الخبرات والمبارات اللي موجودة في افريقيا الاتنين اللي عيبها دول اللاعبوا فيها بشكل مميز وبيتقلقوا بشكل كبير سواء وليد او مؤمن فيعني ده زي ما بقولوكه ده تشكيل اللي انا بقول عليه اما اجايفة ممكن يكون موجود بشكل كبير مكان وليد ازارو هتقولولي ليه بقى ان نطلع وليد ازارو بالرغم ان هو ايه لحد ما عمل يعني شكل مش وحش في مباراة السابقة واحرز هدف وعمل ضرب الجزاء لكن الخبرات ما زالت يعني مش موجودة بالنسبة لوليد ازارو او التأقلم بشكل كبير مع الفريق حتى الان ولكن كابتن حسام بيعتمد عليه لانه هو محتاج جزئية المحطة والرأس حربة داخل الملعب بالشكل اللي فيه وليد ازارو ولكن المباراة القادمة انت محتاج ايه هي دي اللي انت بتفكر فيها محتاج واحد بيعرف يهدف محتاج واحد بيعرف يتعامل بشكل جيد مع الكرة الاستلام التسلم حتة الباص ويتحرك ممكن تلعب وتغير اسناء اللعب في المراكز فبالتالي اجايه ان هو يبقى راس حربة مكان وليد ازارو هي الاقرب ممكن لكابتن حسام البدري دي وجهة نظري اللي ممكن تختلف طبعا مع طبعا الجهاز الفني لانه هو الاعلم والقادرة بمواطن الامور داخل الفريق ولكن ده بعض التفكير اللي من خلال طبعا وجود المباراة الفاتت والشكل بتاع المباراة الفاتت وممكن كابتن حسام البدري يتعامل ازاي مع المباراة القادمة الجزء البدني بقى وده الاهم واللي احنا شايفينه على الشاشة من خلال طبعا كابتن انيس الشعلالي مدارب المخاطط الاحمال التونسي يعني ده المهم بقى عشان تقدر تواجه فريق زي الترجي التونسي لازم تبقى في اعلى حالاتك البدنية سواء بقى الجزء العضلي والجزء النفسي هو ده اللي انا بتكلم عليه اعتقد ان هم هتبتدي تشتغل عليهم في الاسبوع ده هتشتغل عليهم في الفترة دي ولكن مش بشكل جاء قوي لانك انت لو الامور فرطت منك في الجزء البدني هتبقى الامور صعبة جدا على الفريق ويمكن المباراة اللي زي كده لازم تشتغل غاية اخر دقيقة المباراة الكبيرة اللي زي كده واللي بيبقى فيها زي بورقول صعوبة في تحقيق نتيجة 2-0 مثلا او تحرز هدفين في فريق كبير الامور تبقى صعبة طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا فرصة لمكسب 1-0 عندنا فرصة في تعادل 2-2 عندنا فرصة في تعادل 3-3 كل دي فرص موجودة للنادي الاهلي تخليه الى حد ما انت تجيب عندك القدر عندك الامل عندك الحتة ان انا ما عنديش مشكلة ان انا اتأهل ايه المشكلة طبعا هو احرص فيها هدفين بسهولة ان شاء الله بامر الله من خلال تواجد بعض اللعبين او اللعبين المميزين ويبقى عندنا التركيز والاسرار في هذه المباراة الامور تمشي بشكل كويس يعني طبعا برضو دور الخبرات وجود عماد متعب في مباراة سابقة وان هو بينزل وبيحاول يبقى موجود اتمنى ان برضو اعتقد ان عماد متعب في المباراة القادمة هيبقى ليه دور بشكل كبير يعني خاني اتحاول طبعا لاخبار النادي الاهلي يعني بشكل كبير او يعني بعض الامور الخاصة باللعبين اتمنى ان 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 ا